هديك هدية النهاردة غالية أوي والله مش بكرة مش النهاردة ليلة 25 ولا أي يعني تعدي من ليالي القدر من ليالي الوترية فالهدية النهاردة والله هدية غالية لأنها مجربة أنا بقولك أنا مجربها من أجمل الآيات التي إذا قرئت بعد صلاة العصر لا سيما إذا كان الإنسان صائما ركز معايا في الكلام ده كويس هذه الآية تقرأ بعد صلاة العصر لا سيما إذا كان صائم يعني يحبذ إن الإنسان يكون صائم ولا سيما إذا كان صائما يوم خميس أو جمعة خلاص يبقى تكون صائم خميس أو جمعة تعمل إيه تتوضى وبعدين ده بعد العصر وتستقبل القبلة وتصلي على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم وإقرأ الآية دي إلى أن تغرب الشمس تقدر تاخد آخر تلت ساعة قبل غرب الشمس كده وأتحداك على ملأ الناس إذا لم تجد انفراجا في الهم وسدادا للدين وساعة في الرزق وتفريجا للقرب أتحداك هذه الآية لو أنت عملتها زمن وقول لك كده قريطها بيقين وإنت مستقبل القبلة متوضي يوم خميس أو جمعة صايم أتحداك فضلت تكررها بعد ما تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم الحاد غروب الشمس بعد صلاة العصر إلا منحك الله الرزق الكثير والخير الوفير وسدد عنك الدير وفرج الهم خذ الرسالة وخذ الآية بسرعة قبل ما يقفلوا علي الحلقة الآية هي في صورة النور إيه هي الآية بها الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكات فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسس نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم أتحداك لو ما لقيتش اللي قلت لك عليه بس لو لقيته أذكرني بدعوة صالحة بظهر الغيب عند إفطارك أو في سجودك أتحداك